السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم بدرسنا جديد نتكلم في هذا الفيديو عن موقفين الموقف الأول نتكلم فيه هل تود ببعض من؟ الموقف الثاني رح نسوي مقارنة أو نعمل مقارنة بين بين الولد والعنكبوت نتحدث عنهما بالتالي الهدف من هذا الفيديو نتعلم مفردات جديدة نتعلم جمل نستخدمه في المحادثة وإيضا في الكتابة بالتالي نستطيع أن نكتب بشكل أحسن ونتحدث بشكل أفضل لحظة للسؤال هل ترغب أو هل تحب أو هل تود ببعض من شيء معين هل تحب بشكل أفضل؟ لاحظ الال لا ننفذها أو لا ننطقها لا نقول وَلْدْ الْسَالِنْتَرْ حرف صامت وُدْ من الفعل وَلْ وَلْ تصبح بالماضي وُدْ لكن يستخدم وُدْ أثناء يعني طلب كون مؤدب أو أطلب شيء أو أسأل سؤال نستخدم وُدْ ليس بمعنى سوفة لا بمعنى طلب ما�� موءدب يعني هل تود أو هل ترغب ببعض من شيء ما و'd you like some مثلا عندي شيء معين أسأل شخص و'd you like some وهل ترغب ببعض منه طبعا في عندنا حوار أو conversation بين رجل and fruit seller seller sell sell يبيع seller باع إذا الشخص الذي يبيع seller بس نضيف ER يصبح the doer of the action يعني فاعل الحدث fruit seller man and fruit seller الرجل و باع الفاكهة أو الفكهاني what nice fruit لحظ يا لها من فاكهة جميلة أو لذيذة أو رائعة الحسب ما أقصد أنا what nice fruit لحظ في عندنا exclamation mark علامة تعجب what a nice fruit لكن استخدم what a nice fruit تعجب من شيء أو من جمال شيء معين هنا يتعجب من جمال الفاكهة أو لذة الفاكهة أو منظر الفاكهة what nice fruit يرد عليه fruit seller thank you thank you شكرا لك thank you would you like some would you like some هل ترغب ببعض منها نفس العنوان what nice fruit thank you would you like some man yes yes I'd like two bananas please yes لاحظ نظر فاصلة I'd like أود أو أرغب two bananas موزتين please من فضلك لاحظ two اثنين banana موزة وضعنا S الجمع إذن هذه S الجمع لنقول two bananas two bananas please من فضلك أيضا قبل please نستخدم كما فاصلة لاحظ I'd I'd ممكن أكتب would أختصرها أحذف أول أربع حروف أضع apostrophe D الأفضل أستخدم I'd I'd إذن هذه أسميها apostrophe apostrophe فاصلة علوية I'd like أقول I would دائما بلغة المحكية استخدمون I'd وأيضا لغة المكتوبة لسرعة الكتابة وأيضا لسرعة الحديث Yes I'd like two bananas please fruit seller الفكهاني والباع الفاكهة Are these أوكي هل هذه جيدة أو حسنة Are these أوكي What nice fruit Thank you Would you like some Yes I'd like two bananas please Are these أوكي Yes Those look great Anything else Yes A pine apple please How about this one Yes نعم Those ولاقيك look تبدو great رائعة لاحظ look ممكن نسمعنا look أو نعرفها ينظر look at ينظر إلى look at ينظر إلى look for يبحث عن look for يبحث عن look after يعتني ب ممكن عشان نعرف مزيد من الكلمات look at look at ينظر إلى look for يبحث عن look after يعتني ب لاحظ نفس الفعل look لكن تغير نسميه preposition حرف الجر إذا جاء بعد look at معته ينظر إلى for يبحث عن after يعتني ب look بالمكان هذا لا نقول ينظر تبدو إذن تبدو great رائعة أيضا ممكن استبدل look those are أكتب yes those are great أو أستخدم look those look great yes those look great anything else anything يعني أي شيء else آخر أو شيء آخر يعني هل تود شيء آخر إذن anything else نعرف thing شيء anything أي شيء some thing شيء ما else else آخر anything else yes a pine apple please pine apple ananas إذن أحببت ananas واحدة please yes a pine apple please how about this one how about this one ماذا about عن نعرف about حول بمكان هذا عن الحسب سياغة الجملة how about ماذا عن this one هذه عشان ما يعد كلمة pine apple مرة ثانية استخدم one how about this one ماذا عن هذه الألناس how about this pine apple ما يعدها مرة ثانية استخدم one how about this one yes those look great anything else yes a pine apple please how about this one yes that one looks nice thank you you're welcome yes نعم that تلك one يقصد بها pine apple يعني حبة الألناس مشا ما يعد مرة ثانية استخدم one that one looks تبدو nice جميلة أو لذيذة أو رائعة thank you شكرا لك لاحظ ضفنا s لنعدنا one مفرد عند إذن نضيف للفعل بالمضارع البسيط نضيف له s s المفرد الغاب that one looks nice thank you أيضا نستخدم that اللحظ عندنا this these that those this إذا كان عندنا قريب من المتكلم مفرد نستخدم this إذا كان these قريب من المتكلم لكن وجمع نستخدم these that بعيد بعيد بمعنى تلك إذا كان بعيد عن متكلم مفرد نستخدم that those إذا كان بعيد عن متكلم جمع you're welcome على الرحبة والسعة يعني يا مرحبا أو أهلا وسهلا you're welcome you're هي اختصار you are welcome yes that one looks nice thank you you're welcome a day in the life of a day يعني يوم in في the life of في حياة من imagine a bug could talk it could tell you about its day imagine تخيل a bug حشرة could talk يعني يمكن أن تتحدث could من الفعل كان كان يستطيع الماضي منها could ال ما ننفضها لن نقول could could imagine تخيل لن نكتب a bug can could إذن لن نخيل نستخدم الماضي imagine a bug could talk تستطيعا تتحدث it could tell you يمكن أن تخبرك أيضا لاحظ لن نقول can لأنه كما قلنا خيال نستخدم could it could tell you يمكن أن تخبرك about about its day عن يومها لاحظ it ضمير ملكي مثل عندنا my my day يومي لغير العاقل نستخدم its its day imagine a bug could talk it could tell you about its day hello it's nice to meet you my name is Simon the spider I live in a soft web in a tree I have eight legs and eight eyes I like to lie in the sun I catch flies for my dinner hello مرحبا it's nice to meet you it is nice 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 to meet you to نترجمها أن وقابلك to بمعنى أن يأتي بعدها فعل إذا جاء بعدها اسم نترجمها إلى سايمون العنكبوت سايمون العنكبوت سايمون عيش في soft web web شبكة soft ناعمة in a tree في شجرة I have eight لدي ثمان legs legs leg رجل legs أرجل and eight eyes eye عين eyes عيون eight eyes ثمان عيون I like to لاحظ أحب أن to بمعنى أن بعد فعل lie أستلقي I like to lie أحب أن أستلقي in the sun في الشمس in هنا بمعنى تحت يعني في الشمس بمعنى تحت الشمس أو تحت أشعة الشمس I catch لاحظ catch بمعنى نعرفها يمسك يصطاد إذن catch يمسك يصطاد flies flies الذباب من كلمة fly نعرف fly يطير fly أيضاً جمعتها ذبابة flies ذباب عندما نحول إلى جمع نحذف ال-Y ونضيف I ونضيف E S flies ذباب for my dinner لغدايا أو وجبة الرئيسي How is the bug different to a boy يعني كيف تكون the bug الحشرة different مختلفة to عن a boy عن الولد أو different from a boy different to different from hello it's nice to meet you my name's Peter I live in a war house I have two legs and two eyes I go to school then I play football I like to eat pizza for my dinner إذن it's nice to meet you سررت بلقائك my name is Peter اسمي Peter I live in أعيش في worm house في منزل دافئ I have two legs لدي رجلين and two eyes وعينين I go to school أذهب إلى المدرسة اللحظ to بمعنى إلى جاء بعدها اسم then ثم I play football اللعب كرة القدم I like to أود and لحظ to بمعنى أن جاء بعدها فعل eat pizza أنا أكل pizza for my dinner لغدائي أو وجبة الرئيسة بهذا الشكل النهائنا درسنا لهذا اليوم تكلمنا فيه عن محادثة بين رجل وباع الفاكهة تعلمنا بعض الأسئلة وبعض الكلمات أيضا من المقارن بين سبايدر عن كبوت والولد أيضا الهدف من هذا الفيديو نكسب بعض الكلمات وبعض الملاحظات التي ساعدنا على الكتابة والتحدث بشكل أفضل إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك للفيديو وترك تعليق في نهاية الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة